هذا هو القانون الذي أطال انتداره في الجزائر السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك هذا ليصلكم كل جديد وأخيرا وبعد طول انتدار في الجزائر وخلفا لقانون النقد والقرد الذي عفى عليه الزمن صدر القانون النقد والمصر في يوم 27 يونيو في العدد 43 من الجريدة الرسمية الذي يحمل في طياته الكثير من التضابير التي من المفترض أن تسرع عصرنته المنظومة البنكية الجزائرية المنغلقة على نفسها وتعزز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكنها من مواكبة التطورات العالمية حيث تم اعتماد نظام العهدى لمدة خمس سنوات والقابلة للتجديد مرة واحدة فقط لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونوابه الثلاثة الأمر الذي سيضيفه نوعا من الاستقرار على منصف محافظ البنك المركزي الحساس الذي يعتبر مرآة عاكسة لمدى تحكم في زمام الأمور النقدية كما وضع القانون النقدي والمصرفي نصب عينيه عصرنت وسائل الدفع من خلال تأسيس لجنة وطنية للدفع مهمتها ووضع مشروع استراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الهاتف بالدرجة الأولى إلى تعزيز المعاملات المصرفية وتقويض الشمول المالي حيث ستتولى هذه اللجنة أيضا عملية متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع إلى جانب مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في البلاد وينبغي أن تركز حرصا على مكافحة ظاهرة تبييد الأموال ومحاربة الجرائم المالية